وعلى سعيد مستجدات أخر أخبار الشركات والأعمال قاد سوق أبوظبي الأوراق المالية والسوق المالية السعودية مكاسب البورصات العربية بعدما ربح رأس الملهم السوقي أكثر من 125 مليار دولارا خلال تدولات شهر مارس الماضي وفق صندوق النقد العربية وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربية التي ترصد أداء 13 بورصة عربية أن مكاسب سوق أبوظبي الأوراق المالية تجاوزت 55 مليار دولارا ليرتفع رأس الملهم السوقي من حوالي 685 مليار دولار في نهاية فبراير إلى 740 مليار دولار في نهاية مارس الماضي وأوضحت النشرة أن مكاسب السوق المالية السعودية تجاوزت 70 مليار دولارا لترتفع رأس الملهم السوقية من حوالي تريليونين و600 مليار دولار إلى 3.660 مليار دولار فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المال إلى 162 مليار دولار وبرصة الكويت نحو 147 مليار دولار وبرصة مصر حوالي 34 مليار دولار على جانب آخر توقع البنك الدولي في تقرير أصدره نمو إجمال الناتج المحلية الحقيقية لدولة الإمارات بنسبة 3.6% خلال العام الحالي و3.4% في 2024 كما توقع البنك الأثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة نمو نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلية الحقيقي بنسبة 2.5% خلال العام الحالي على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في العام المقبل